روي فتوريا مدير فن المنتخبنا الوطن هيصطحب معاه 27 لعبا إلى كأس الأم الأفريقية في كودي بوار هشتبهوا فاهمين منتخب مصر قائمة لكل مباراة هي 23 لعب بس انت يحق ليك انك يبقى عندك 27 لعب في قائمتك وتعلم قائمتك او تبعد قائمتك اللي من 23 لعب من 27 دي قبل كل مباراة ب24 ساعة يعني 27 مش هيخش المباراة بس انت ليك 23 يخش المباراة كل مباراة بس تبلغ بيهم قبل المباراة ب24 ساعة قبلها ب24 ساعة الكاف يتحمل مصاريف او اللجنة المنظمة يتحمل مصاريف 23 لعب اقامة وصفر وكلام ده كله لكن الاربعة التانيين اتحاد كورة هو اللي هيتحمل مصاريفه يوم 3 ناعد ان شاء الله منتخب مصر لازم يعلن عن قائمته الـ 27 لعب من الـ 55 هو كان بعت روي فيتوريا 55 قائمة مبدئية يختار منهم 27 هم اللي يسافروا ان شاء الله كورة ديفاري مسرونة 27 بطل بإذن الله يرجعوا بالبطولة روي فيتوريا استقرع على ضم اتنين حراس مرمى في كاس الأمم الأفريقية القادمة محمد الشناوي ومحمد أبو جبل يتبقى ايه؟ يتبقى واحد الواحد ده هيكون مبين اتنين بعد إصابة أحمد الشناوي واحد هيكون مبين اتنين بعد إصابة أحمد الشناوي لا يغيب طبعا إصابة هتغيبه من 3-4 أسابيع وبالتالي هو مش موجود في البطولة الاتنين دولة هيختار منهم هم حريسي نادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبح يعني هو خد الشناوي وخد أبو جبل وهياخد عواد أو صبح لسه ما خدش قرار نهائي في هذا العمر